فناتنا من لدوك أعمدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أرصى لما لبثوا أمدا نهل نفس عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هنا وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دون إلها لقد قلنا إذا انشطها هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسرطان مريد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من الرحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلدهم ذات الشمال وهم في فجوة ملك هذه من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتأسبهم أيبازا وهم ربود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ضرعهم في الوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولولئت منهم رعبا وكذلك رأستهم ليجسالوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بوردكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برسل منه وليأتكم برسل من أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجبوكم أو يعيدوكم في بلتهم ولن تخرقوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حبا وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سالسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كن ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وكل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رجدا ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة زلين وازداد تسعا كن الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمح ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أهلا واثل ما أعري إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهة لا تعد عيناك عنهم لبن زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرغا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليغفر لنا أعبدنا للظالمين نارا أهاط بهم سرادقها وإن يسغيثوا يغاثوا بما كالمهر يشوي الوجوه بكس الشراب وساءت مردفرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نذير أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات علم تجري من تعتهم الأنهار يحلون فيها من ثاب ويلمسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرط متكئين فيها على الهرائت نعم الثواب وحسنة مرتفرا أضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جننين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا جلت الجننين آتتوا كلها ولم تظلم منه شيئا وفبجرنا خلالهما نهرا وكان له زرعا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لأسه قال ما ظن أن تبين هذه أبدا وما ظن الساعة طائمة ولا يرد إلى ربي لا أجدن غيرا منها منغلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفت بالذي خلقك من تراب ثم من نغفت ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء أضغار لا قوة إلا بالله إن ترني أنا ول منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماءها فورا فلن تستطيع له قلبا وأحيط بثبري فأصبح يقلب كفتي على ما انفر فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أهدا ولو تكن له فئة ينسرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير حقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمال أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الغرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مظهرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آميا فيوم نسي الجبال وترى الأرض بارزة وحجرناهم فلم نقادر منهم هعلا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعلكم موعدا وغمع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلة لا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريسا أنا من الجن ففسق عن أمر ربه أما تلتخذونه وذريته أولياء الدوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بجلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتفذ المدلين عددا ويوم يقولنا لشركاء الذين سعرتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعلنا بينهم مغبطا ورأى المجرمون النار فصنوا وأنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا الكرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جهلا وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءوا الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب القبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يلحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَجِنَّةً أَنْ يَقُهُوا وَفِي آذَارِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوُمْ إِلَى الْهُنَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُ الرَّحْمَةِ لَوْ يُآخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِلًا وَلِلْكَ الْقُرَاءُ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْمَهْرَيْنِ أَوْ أَوْ أَرْضِ يَهُبُّكَا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِي مَا نَسْيَاهُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا وَدَاءَ نَقُلْ لَكِنَا مِنْ سَفْرِنَا هَذَا نَصْرًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت العوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيله في البهر عجبا قال ذلك ما كنا نظر فبقد على أثائهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمه مما وعلمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال إن انتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أخبت لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخبتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤذني بما نسيت ولا ترهدني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لك يا هلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا ديال أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينضط فأقامه قال لو شدت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراب بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البهر فأردت أن أعيبها وكان ورا أم ملك يأهد كل سفينة خصبا وأما الهلام فكان أبواه مؤمنين طفشينا إن يوهقهما تريانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمها وأما الجدار فكان لهلامين يتيمين في البدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخبز كنزهما رحمة من ربه وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين فلسأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا غلغ مرم الشمس وجدها تهرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوفا عذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا غلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أعطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا غلغ بين الستين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفضحون قولا قالوا يا ذا القرنين إني أجوج وما أجوج مفسدون في الأرض فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم أغمى آدوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدقين قال الهوفو حتى إذا جعله نارا قال آدوني أفضر عليه تطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا عمد من ربي فإذا جعلوا ربي جعله لكلا وكان وعد ربي أفضى فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونبغ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفعسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن لا أعتذنا جهنم للكافرين منزلا قل هل ننبئكم بالأفصلين أعمالا هل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يأسبون أنهم يغسلون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي وهزلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغل عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ننفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جهنا بمثله مدلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقار ربي فل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه موالا ولا حولا ولا قوة إلا بلا إلا عليل عظيم الحمد لله bersyukur kita kepada الله سبحانه وتعالى pada malam ini kita dah masuk pada tanggal malam 1 daripada bulan Rajab diperjelaskan oleh para alim ulama أن رجب شهر الفضيل ataupun شهر الفضيل yang lebih tepat شهر الفضيل iaitu bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan keutamaan والعبادة فيها لها أجر جليل yang mana beribadah di dalam pada malam 1 Rajab tersebut merupakan pahala yang sangat agung وخصوصاً diantara ibadah-ibadah tersebut iaitu أصوم berpuasa pada bulan Rajab tersebut dan والإستغفار dan juga beristighfar kepada الله سبحانه وتعالى والتوبة والتوبة من الأوزار أصوم سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى توبة والتوبة في هذا Betul-betul dia bertawabat إِمَامُنَا النَّوَاوِي رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى Memperjelaskan Yang dinamakan orang itu Sungguh-sungguh bertawabat Iaitu Tawabat yang sungguh-sungguh Tawabatan Nasuhah Perlu mempunyai tiga syarat Syarat yang pertama Dia bertawabat betul-betul لِلَّهِ تَعَالَى Syarat yang kedua Dia bertawabat dengan dia Niat tidak akan kembali Melakukan perkara besar tersebut Dan niat yang ketiga Syarat yang ketiga Adalah dia benci kepada perbuatan dosa tersebut Mudah-mudahan pada malam hari ini Kita dimasukkan dalam golongan Orang-orang yang benar-benar Bertawabat kepada Allah SWT Dengan Allah berfirman إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Sesungguhnya Allah SWT Suka sayang kepada orang-orang yang bertawabat Dan suka sayang kepada orang-orang mutatahhirin Apa mutatahhirin? Orang-orang yang suka menjaga kebersihan dirinya Dan diperjelaskan juga Pada malam satu rajab seperti sekarang ini فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ يُسْتَجَبُ الدُّعَ فَيُسْتَحَبُ Dan mana yang mana di dalam awal Malam pertama dari bulan rajab ini يُسْتَجَبُ الدُّعَ Iaitu dimustajabkan doa فَيُسْتَحَبُ Maka ia disunahkan Untuk kita berdoa dan beribadah Pada malam hari ini Seperti sekarang ini قَالَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّا أَدْدَعْوَهِ Lima malam yang Allah SWT Tidak tolak permintaan hambanya Iaitu apa saja kita beribadah Lima malam yang tidak ditolak oleh Allah SWT Malam yang pertama dijelaskan أَوَلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبُ Malam yang pertama daripada bulan rajab وَلَيْلَةٌ نِسْفِ مِنْ شَعْبًا Dan malam daripada separuh Daripada bulan syaban Yang kita selalu sebut Malam nispu syaban وَلَيْلَةٌ جُمْعَةٌ Dan malam jumat Seperti sekarang ini juga وَلَيْلَةٌ فِطْرِي Dan malam hari raya A'idul fitri وَلَيْلَةٌ نَحْرِي Iaitu malam hari raya A'idul adha Maka kita pada malam hari ini Allah SWT Mentaqdirkan kita Dapat beribadah kepada Allah SWT Dua malam sekali Dapada satu keadaan Iaitu sekarang ini Malam pertama daripada bulan rajab Dan ini juga pada malam jumat Sebab malam jumat Merupakan Nabi SAW jelaskan Malam jumat Hari jumat adalah Sayyidul ayam Penghulu segala hari Dan Allah SWT Tidak tolak permohonan Seseorang hambanya Apabila dia beribadah Dan berdoa Kepada Allah SWT Dan di dalam bulan rajab juga Diperjelaskan Dan pada malam 27 Daripada bulan rajab Usriya bin Nabi Usriya Allah SWT Telah menjalankan Menjalankan pada waktu malam Dengan Nabi SAW Yang mana kita mengetahui Pada malam tersebutlah Tercatat sebuah sejarah Tercatat sebuah kisah Tercatat sebuah Peristiwa yang agung Peristiwa yang sangat mulia Iaitu Isra dan Mi'raj Baginda Nabi Muhammad SAW Allah menyatakan Di dalam Al-Quran Dalam surah Al-Isra Pada ayat yang pertama Subhanan الذي Asra bi'abdihi Layla minal masjidil harami Inal masjidil aqsa Al-ladi barakna haulahu Linuriya hu min ayatina Innahu huwa Assamihul basir Maha suti Allah SWT Subhanan الذي Maha suti Allah SWT Apa maksud Maha suti di sini Allah SWT Menjelaskan kepada kita Iaitu Maha suti Berarti Tidak ada Satu hamba Allah SWT pun Yang akan mampu Untuk melaksanakan Seperti apa Yang dilaksanakan oleh Allah Tidak ada Satu hamba Allah SWT Yang gagah Yang mampu Yang berani Melaksanakan demikian Kecuali Allah SWT Apa dia Pada malam tersebut Allah SWT Telah menjalankan Laylam minal abu Allah SWT Telah menjalankan Subhanan lagi Asrah Asrah ini apa Jalan di waktu malam Asrah Biabdihi Dengan hambanya Hambanya ini Di sini siapa Iaitu Iaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada waktu malam Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Yang mana Masjidil Haram Sekarang ini Terletak di kota Mekah Al-Mekarramah Dan Masjidil Aqsa Terletak di bumi Baitul Maqdis Wilayah Palestine Yang mana Bukan hanya Sekiru Bukan hanya Begitu saja Tetapi Allah Memperjelaskan Bahawasanya Perjalanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Allah SWT Alladhi barakna hawlahu Allah SWT Memberkati Sekeridin Perjalanan Nabi Sallam Untuk apa Diberkati tersebut Li Nuriyahu Li Nuriyahu Ada huruf Lam dekat situ Li Nuriyahu Para alim Ulamah Nahu Memperjelaskan Lam tersebut Lam At-Ta'lil Lam yang untuk Ditunjukkan Li Nuriyahu Allah SWT Cantik Firman Allah SWT Ini Barang siapa yang Faham ilmu bahasa Arab Sastranya Tata bahasanya Ayat Quran ini Tinggi sekali Allah SWT Tidak menjelaskan Li Nanzur Tapi Allah SWT Jelaskan Li Nuriyahu Supaya Untuk Disaksi Dengan mata Kepala Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Yang kita sedia Maklum Peristiwa Israq dan Mi'raj Banyak Banyak sekali Terjadi Kisah-kisah Di dalamnya Untuk apa Tersebut Dilihatkan Kepada Nabi Sallam Iaitu Sebagai Bukti Li Nuriyahu Min Ayatina Daripada Tanda-tanda Kekuasaan Kami Kata Allah Kekuasaan Ketakuan Yang ditetapkan Oleh Allah Ta'ala Di dalam Hati Di dalam Hati Dan Allah Tutup Ayat yang Pertama Ini Dengan Allah Ta'ala Memperjelaskan Innahu Sesungguhnya Yang ini Allah Ta'ala Dan Allah Menguatkan Lagi Hua Kata Allah Ta'ala Innahu Hua Sami'ul Basir Sesungguhnya Allah Ta'ala Hua Ya Dialah Allah Ta'ala As-sami' Yang maha Mendengar Al-basir Yang maha Melihat Maka ini Terjadi Di bulan Rajab ini Di bulan Rajab Yang mulia Ini Dan Dan Diperjelaskan Juga Diperjelaskan Juga Bulan Rajab Ini Adalah Bulan Salah Satu Daripada Bulan Bulan Haram Allah Subhanahu Ta'ala Allah Ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Inna Iddat As-syuhuri Indallah Hithna Asyara Syahra Fi Kitab Illahi Yawma Khalaq As-samawati Wal-ar Minha Arba'at Unhum Sesungguhnya Bilangan Bulan Di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Sesungguhnya Bilangan Bulan Bulan Sesungguhnya Di sisi Allah Ta'ala Ithna Asyara Ithna Asyara Artinya Apa Dua Belas Dua belas Sesungguhnya Ithna Ithna Asyara Syahra Sesungguhnya Bulan Bulan Di sisi Allah Ta'ala Iaitu Terdapat Dua belas Bulan Fi Kitab Yang telah Ditetapkan oleh Allah Ta'ala Di dalam Kitabnya Allah Iaitu Al-Quran Yang mana Hari tersebut Allah Ciptakan Langit Dan Bumi Minha Arba'at Unhum Di antara Bulan-bulan Tersebut Ada Empat Bulan Yang dinamakan Bulan Haram Bulan Yang pertama Disebut Bulan Dhul Qa'dah Bulan Yang kedua Disebut Bulan Dhul Hijjah Bulan Yang ketiga Disebut Dengan Bulan Muharram Yang mana Para alim Bulamak Memperjelaskan Ketiga-tiga Bulan Ini Sardun Ataupun Sajj Apa arti Sard? Iaitu Tiga bulan Haram Yang berurutan Dia tidak Jauh Loncat Kesana Kesini Dan Satu Dia bersendiri Iaitu Bulan Rajab Yang mulia Ini Begitulah Para jemaah Yang dirahmati Allah Berkenaan Tentang apa? Berkenaan Tentang sedikit Sebanyak Bulan Rajab Dan Para alim Ulama Juga Memperjelaskan Rajab Syahrul Istighfar Rajab Ini Bulan Istighfar Syahrul 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 Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bulan Berserawat Ke atas Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ramadhan Syahrul Quran Dan Bulan Ramadhan Bulannya Al-Quran Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Dengan Sabdanya Rajab Syahrullah Rajab Itu Bulan Allah Maka para alim Ulamak Menasihatkan Kepada Kita Apa dia Para alim Ulamak Jelaskan Kalau Kau Sudah Tahu Ini Bulan Rajab Ini Begini Bulan Syahrul Ini Begini Bulan Ramadhan Begini Apa Ada Dalam Bulan Rajab Bulan Syahrul Bulan Ramadhan Maka para alim Ulamak Memperjelaskan Fajtahidu Rahimakumullah Maka Bersungguh-sungguh Kamu semua Moga-moga Allah Ta'ala Merahmati Kamu semua Amin Allahumma Amin Pada Fih Rajab Pada Bulan Rajab Fa Innahu Musim At-Tijarah Kerana Ia adalah Musim Tijarah Apa Maksud Musim Tijarah Musimnya Bisnes Musimnya Bisnes Wa'amuru Awqatakum Fihi Dan Aturkanlah Waktu-waktu Kamu Di dalam Bulan Rajab Tersebut Fahuwa Awanul Imarah Kerana Ia merupakan Bulan Yang Untuk Apa Awanul Imarah Arti Awanul Imarah Iaitu Untuk Orang Itu Bermegah Dengan Datangnya Bulan Tersebut Barang Siapa Di antara Mereka Ini Daripada Tujar Apa Tujar Orang-orang Ahli Perniagaan Fahadhi Mawasim Kad Dakhalat Maka Inilah Dia Musimnya Telah Pun Datang Dan Barang Siapa Yang Sakit Dengan Sebenar-benar Sakit Fahadhi Maka Inilah Bulan Yang Untuk Dia Mengubati Sakit-sakit Tersebut Tadi Nabi Jelaskan Bulan Istighfar Nabi Jelaskan Bulan Yang Apa Allah Tak Tolak Permohonan Hambanya Maha Pasal Ulama Sebutkan Ini Bisnes Ini Sakit Apa Kena Mengena Dengan Bulan Rajab Ini Maksud Bisnes Tersebut Adalah Apa Ulama Memperjelaskan Bulan Rajab Adalah Bulan Kamu Tanam Bulan Syaban Adalah Bulan Kamu Siram Tanaman Kamu Tersebut Bulan Ramadhan Adalah Bulan Kamu Mendapatkan Hasil Daripada Tanaman Kamu Maka Kalau Kau Tidak Tanam Para Alim Ulama Jelaskan Bagaimana Kau Mau Mendapatkan Hasil Dan Apabila Kau Tanam Tapi Kau Tak Siram Maka Kau Tidak Akan Mendapatkan Hasil Maka Tijarah Di sini Bukan Hanya Erti Perniagaan Tetapi Apa Erti Untuk Kita Mempertingkatkan Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Waktunya Dan Sakit Sakit Apa Yang Dimaksudkan Oleh Para Alim Ulama Bulan Rajab Ini Kalau Sesiapa Sakit Ini Bulan Untuk Dia Ubat Sakit Apa Masing-masing Kita Mempunyai Mata Mempunyai Telinga Mempunyai Mulut Mempunyai Tangan Mempunyai Kaki Mempunyai Hati Maka Kalau Mata Kita Sakit Kenapa Mata Sakit Sebab Suka Tengok Maksiat Telinga Kita Sakit Kenapa Telinga Sakit Suka Dengarkan Perkara Perkara Yang Dapat Melalaikan Kita Kepada Allah Mulut Kita Sakit Apa Pasal Mulut Kita Sakit Ada Orang Mulutnya Ini Seperti Perlu Ditaruh Super Glue Perlu Di Stapler Mulutnya Pasal Dia Tak Dapat Cakap Dengan Mulut Dia Comment Dekat Facebook Macam Macam Dia Comment Akhirnya Jadi Fitnah Ini Mulut Ini Allah Ta'ala Jadikan Mulut Untuk Apa Zikir Kepada Allah Untuk Apa Berserawat Ke atas Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Istighfar Kepada Allah Untuk Membaca Al-Quran Untuk Bercakap Dengan Percakapan Yang Baik Apa Nasihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mankana Yuminu Billahi Wal Yawmil Akhir Falyakul Khairan Awli Yasmud Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Hari Akhiran Hendaklah Dia Bercakap Berkata Kata Maksudnya Apa Kalau Bahasa Kasah Macam Gini Kalau Nak Cakap Cakap Dengan Percakapan Yang Baik Awli Yasmud Ataupun Kalau Tak Tahu Nak Cakap Apa Awli Yasmud Diam Maksud Diam Itu bagaimana Syadab Haa Gitu Dia Gitu Dia Para Jumaat Sekalian Ini Nabi Nabi Sallallahu Ajar Kepada Kita Maka Kalau Kita Sakit Mulut Kita Ini Bulannya Untuk Kita Bersihkan Mulut Kita Tangan Kita Sakit Kerana Apa Suka Memegang Megang Benda Benda Yang Bukan Hak Milik Kita Suka Mencuri Suka Pegang Benda Benda Yang Haram Maka Ini Bulannya Untuk Kita Sembuhkan Tangan Kita Kaki Susah Nak Pergi Masjid Susah Nak Datang Majlis Majlis Yang Penuh Dengan Kebaikan Majlis Majlis Khair Majlis Majlis Ilmu Majlis Talim Majlis Majlis Zikir Majlis Lawat Majlis Segala Macam Majlis yang Baik-baik Susah Mau Datang Tapi Kalau Pergi Kepada Tempat-tempat Yang Ghaflah Tempat-tempat Yang Mana Tidak Ada Disebut Pun Satu Nama Satu Nama Nama Yang Baik Bahkan Bahkan Pergi Ke Tempat Yang Mana Tempat Tersebut Tak Ada Pun Kebaikannya Dia Suka Pergi Maka Bulan Sekarang Ini Kaki Dia Sakit Untuk Dia Cari Obat Kakinya Itu Dan Terakhir Hati Mau Baik Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berjelaskan Iza Fasadat Iza Fasadat Apa Haa Eh Kalau Maksud Dalam Bahasa Melayu Jujur Begini Kalau Rosak Dirinya Kalau Rosak Dirinya Maka Semua Rosak Kalau Baik Dirinya Maka Semua Baik Apa Benda Inti Pokoknya Puncanya Nabi Jelaskan Ala Wahia Al Kalb Ketahuilah Iaitu Hati Hati Kita Kalau Baik Maka Semua Tua Badan Kita Baik Urusan Kita Semuanya Baik Tapi Hati Kita Kalau Penuh Dengan Apa Kotoran Penuh Dengan Hasad Penuh Dengan Higit Penuh Dengan Segala Macam Perkara Perkara Yang Jahat Maka Tingkah Laku Kita Seluruh Badan Kita Semuanya Jahat Semuanya Jahat Maka Ingat Para Jemaah Sekliat Ini Rajab Bulan Taubat Bulan Untuk kita Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata Dan Disunahkan Dan disunahkan Juga Pada Bulan Rajab Ini Tiap Tiap Malam Tiap Tiap Pagi Lepas Subuh Dan Lepas Salat Isya Disunahkan Kita Membaca Rab Rab Bighfirli War Ham Watub Alayyah Sebanyak 70 Kali Apa Fadilatnya Diperjelaskan Lam Tamassan Nar Lahu Jildan Apa Maksudnya Api Neraka Tak Sentuh Kulit Rab Bighfirli Ya Allah Ampunkanlah Aku Watub War Hamni Dan Rahmatkanlah Aku Watub Alayyah Dan Aku Bertobat Kepadamu Maka Ini Dia Amalan Yang Diajarkan Oleh Para Alim Ulama Yang Mana Amalan Ini Sudah Ratusan Tahun Ratusan Tahun Sudah Diamalkan Oleh Para Alim Ulama Maka Kita Allah Ta'ala Beri Malam Ini Kesempatan Dapat Kita Sama-sama Beribadah Pada Malam Jumaat Pada Awal Daripada Bulan Rajab Maka Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala Catatkan Kita Masukkan Kita Takdirkan Kita Dalam Golongan Orang-orang Yang Bertawbat Kepada Allah Orang-orang Yang Diampunkan Semuanya Dosa-dosa Kita Kepada Allah Dosa Kita Manusia Yang Semuanya Kita Minta Agar Allah Ampunkan Semua Dosa-dosa Kita Dan Kita Mohon Kepada Allah Tidak Ada Satupun Daripada Kita Selesai Dari Majlis Ini Kecuali Kesemua Dosa-dosa Kita Telah Diampunkan Dan Digugurkan Dilebur Hancur Leburkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin Bari Para Jumaat Sekerian Waktu Yang Ada Ini Waktu Yang Singkat Ini Kita Membaca Istighfar Bulan Rajab Dengan Sama-sama Saya Baca Dulu Setelah Itu Para Jumaat Ikut Yang Dibantu Dengan Anak-anak Silakan Bantu Baca Ikut Saya Baca Saya Baca Dulu Lepas Itu Baru Kita Baca Ramai Ramai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatih Al-G Costa وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما تره الله قولا وفعلا وسمعا ومصرا وحاضرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسرفت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك لما أررت به وجهك الكريم ومنهك الكريم فخالبته بما ليس لك به رضا وأستغفرك بما وعرتك في نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك بما دعا لي إليه الهوى من قبل الرخص من قبل الرخص من قبل الرخص من ما اشتبها من ما اشتبها عليّ وهو عندك محظور عليّ وهو عندك محظور وأستغفرك وأستغفرك من النعم من النعم التي أنعمت التي أنعمت بها عليّ بها عليّ فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك بكل يمين حلفت بها وحنفت فيها وأنا عندك مأخوذ بها وأستغفرك وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في مياط النهار في لياب النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناظر وأنت إلي ناظر إذا ارتكبتها درى ما آتيته من العسيان به عمدا أو خطأا أو نسيانا يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم وأستغفرك وأستغفرك يا لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين رب يغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف منها ثقتها عمدا أو خطأااااااااااااااااااااااااااه من سنن سيد المرسلين وخادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتربتها رفلة أو سهوة أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريكنا سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حولا ولا قوتا إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الوراء رتبة وارفا يا ربي صل على محمد دع للوراء رتفة وأرفاء يا ربي صل على محمد أسمى البراء يا جاهد وأوساء يا ربي صل على محمد أسمى البراء يا جاهد وأوساء يا ربي صل على محمد واسلق بنا ربي خير مهياء يا ربي صل على محمد واسبق بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وآفنا واشفي كل موجا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجا يا ربي صل على محمد واسله القلب وعفو أنفا يا ربي صلي على محمد وأصلح القلب وعفوها يا ربي صلي على محمد وكفي المؤادي واصرفه أرداء يا ربي صلي على محمد وكفي المؤادي واصرفه أرداء يا ربي صلي على محمد وكفي المؤادي واصرفه أرداء يا ربي صلي على محمد وكفي المؤادي واصرفه أرداء يا ربي صلي على محمد وكفي المؤادي واصرفه أرداء يا ربي صلي على محمد ودعنا في الظنان مدمى يا ربي صلي على محمد وكفي المؤادي واصرفه أرداء اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليرفر لك الله ما تقدم من ذبك وما تأخذ ويقم نعمته عليك ويهديك صراطا وسجيبا ويقصلك الله نسرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنكم حديث عليكم بالمؤمنين فإن دولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو علي توكل هو رب الأرش العزيز عزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك عليه على آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إلهي بالإذن وقد نادانا نبيك يا من جلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى وخصنا وحبانا صلى الله عليه ومع ذلك الأطهار معدد سرك أسمعه صفل نجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا يولائي غنوانا صلى الله عليه والكابعين لهم بصدق أحدا في الموحدة هيك الأجناء صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وقعوا لأنشوانا صلى الله عليه وحبقون الذين عليهم بذل النفوس مع النفاي سهالا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا من تعشوانا صلى الله عليه صلى الله عليه يا ربنا صلِّ وسلِّم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلِّ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آلِه صلى الله عليه وقعنا الله فقال جاءكم نورا فسبحانا الذي أنبانا صلى الله عليه ونور طه عبده من أبيه في ذكره عاد به من آنا صلى الله عليه ورحمة المولا أحمد أوله فليخرحوا وأدو به فرحانا صلى الله عليه وستمسقت بالعروة الوذقا ومعقصمت بربل الله من أنشانا صلى الله عليه وإستجعى لنوار من كلمتا كنت النبيا طال آدم كانا صلى الله عليه بين الطراب وبين ما إن تستفق من طافة الأرضى وكرية طفانا صلى الله عليه واحضر إلى أصغار ربي لم يزل القلوي بين الثيار مصالا صلى الله عليه لم يفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى قلو زيانا صلى الله عليه فأنا خيار من ثيار قد خرجت من لكاء لإله أصالا صلى الله عليه وحره الله هماه اذكره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وعب ذكره والنصر والتوكير رب العشقنا حسانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعدالي يا سيدي يا رسول الله يا من له جهو إن الله يا رسول 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 الله رسلها دينا آية دينا وإلينا الآن يَا إِمَّةَ سَدَاتِ الأَقْبَار مَا عَلِنَا بِذْكِ وَسِغْرِ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مَنْ لَهُ يَا هُو إِلْتَوَى يَا مَا عَلِنَا بِذْكِ وَنَا يَا قَدْ جَعُوتِ يَذَانِّيَاتِ نَوَفِرُ وَتَوَى لا دل مهان ارصا في الله لا دل مهان ارصا في الله الله سيطر بنائي سامسالة مهان ارصا في الله جموالي الله جو سنوه ارصا في الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جهو انت الله إن المسيء ارصا في الله ارصا في الله ارصا في الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي اشتركوا في القناة 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 يا رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله عليه اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 عين الرضا وترعانا هارنا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا هارنا بفضل منك طلعة أحمد في بحجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل عال عملنا وعبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أن تترانا ولكدرجوناك فحق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا ولكدرجوناك فحق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا ولكدرجوناك فحق سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طالح في بقاع الأرض واغمع كل أمن وانصر بنا سنة طالح في بقاع الأرض واغمع كل أمن وانصر إلينا واسمنا كأساً هنا واشبي وعافي عاجلاً مرضانا واغدلنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصبح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحباباً لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحباباً لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا في المصطفى صلّ عليه وآله ما حركت لي حصباً أرصالا سُبْعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَيْا الْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام عليك يا سيد المُسَلِينَ الصلاة والسلام عليك يا خادم النبي الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى أن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة يَاكَنْ أَعْبُدُوَا يَاكَنْ أَسْتَعِيلِهِ السراطة المستقيم السراطة الذين أعلمت عليهم وَاِلْمَقْتُ بِعَلَيْهِمْ وَلَقَّيْهِينَ آمين saat-saat yang istijabah saat-saat yang diperkenankan oleh Allah Ta'ala permohonan hambanya pada malam pertama dari bulan Rajab maka angkat tangan kita masing-masing angkat tangan yang ada di dalam sini yang ada di luar yang ada di mana pun yang menyaksikan majlis ini melalui live streaming daripada Facebook Majlis Rasulullah صلى الله عليه وسلم angkat tangan bermohonlah kepada Allah berdoa lah kepada Allah berdoa lah kepada Allah اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد berdoa lah kepada Allah terima kasih شكرا للمشاهدة 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 بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ثم إلى روحي القطب بن صغفورة الحبيب نوح بن محمد الحبشي ثم إلى روحي الحبيب عارف بن محمد الحبشي ثم إلى روحي الحبيب عبد الرحمن بن هاشم الحبشي ثم إلى روحي صاحب المقام وصاحب الولاية الحبيب محمد بن ظالم بن أحمن بن حسن العطاس ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن أحمد المترجم للقناة رضي الله عنه ثم إلى روحي المرهوم العرف بالله كي يمحمد حسن أشعري ثم إلى روحي شيخ خمر بن عبد الله الخطيب الفقه بالسنغفورة ثم إلى روحي جميع الأولياء والشهداء والصالحين في بطاء الأرض ثم إلى روح حضرة المرهومة والدتي هجه نور ما بنتي محمد شريف ثم إلى جميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين ثم ببركة أرض البكي ببركة أرض المعلى ببركة أرض الفري ببركة أهل زنبل استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله وعلى من نوا أصلحنا صالح وعلى من نوا شيخنا ومربينا الحافظ المسجد سيد الوالد الحبيب عمر بن محمد بن صالب بن حبيب وإلى حضرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة يَا كَنَعْبُدُ وَإِيَا كَنَسْتَعِينِهِ لَنَ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صرَاطَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ وَإِنُ مُرْضُمِ عَلَيْهِمْ وَلَا قَالِينَ آمين حضرين حضرين yang dirahmati Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ dengan selesainya bacaan maulid Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم iaitu maulid yang dikaren oleh Habib Umar أَدْذِيَا أُلَّمِقِ maka selesailah majlis kita sebelum saya tutup majlis ini saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua para jemaah wabil khusus para jemaah yang datang apa nama membantu dari segi jamuan dan membantu dari segi tenaga dan semua jemaah yang hadir meluangkan waktu bersama-sama daripada kita beribadah pada malam pertama daripada bulan Rajab ini mudah-mudahan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ berkatkan kita di bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan kita ke bulan Ramadhan اللهم بَارِقْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَا وَبَلِغْنَا رَمَضَان آمِنْ يَا رَبَّلْ آلَمِينَ sekian terima kasih Wassalamualaikum وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ